اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم من كان منهم محسنا فزد في حسناته ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه وأسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم اللهم أمنه من فزع يوم القيامة ومن هون يوم القيامة واجعل نفسه آمنة مطمئنة اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنا وعند قيام الأشهاد آمنا وبجود رطوانك واثقا وإلى أعلى درجاتك سابقا اللهم اجعل عن يمينه نورا حتى تبعثه آمنا مطمئنا في نور من نورك اللهم أسكنه فسيح الجنان واغفر له يا رحمن اللهم اعفو عنه فإنك القائل ويعفو عن كثير اللهم إنه جاء ببابك وأناخ بجنابك فاجد عليه بعفوك وإكرامك وجود إحسانك اللهم بشروا بقولك كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم اجعله من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض اللهم إنه صبر على البلاء فلم يجزع فامنحه درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب فإنك القائل إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب اللهم إنه كان لكتابك تاليا وسامعا فشفع فيه القرآن وارحمه من النيران واجعله يا رحمن يرتقي في الجنة إلى آخر آية قرأها وسمعها اللهم ارحمه فإنه كان مسلما واغفر له فإنه كان مؤمنا وأدخله الجنة فإنه كان بنبيك مصدقا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا اللهم ارحمنا إذا يئس مننا الطبيب وبكى علينا الحبيب وتخلى عنا القريب والغريب اللهم ارحمنا إذا اشتدت الكربات وتوالت الحسرات وأطبقت الروعات وفاضت العبرات وتكشفت العورات وتعطلت الكوى والقدرات اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وبلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إليك يا ربنا يومئذ المساق اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنفانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده